استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيانة اليوم مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب أحمد البدر وعددا من مسؤولي الصندوق وعربوا خلال اللقاء عن تقديرهم للإسامات الكبيرة التي قدمها سموه إبان فترة رئاسته لمجلس إدارة الصندوق والتي نجح من خلالها في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة وأشهدوا بالجهود الدعوبة والحثيثة التي بذلها سموه لإيصال رسالة الصندوق وتوسيع عمله في مساعدة الدول النامية معربين أن أطبي أمنياتهم لسموه بدوام التوفيق والسداد في منصبه الجديد وفي ختام اللقاء قدموا لسموه صورة من مشروع طريق الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي افتتح مؤخرا في جمهورية جيبوت الشقيقة بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية